بسم الله الرحمن الرحيم معكم أستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات وهنتكلم في الفيديو ده عن إنشاء الفصول على منصة الدمودو طيب إزاي أنشئ فصل دراسي حضرتك هتقدر تدخل على الفصول الدراسية هتقدر إنك تضغط على علامة الزائد بعد كده إنشاء فصل دراسي هيطلب منك اسم الفصل إنك تحط وصف للفصل إنك تختار السنة الدراسية وإنك تختار الموضوع اللي هي عبارة عن المادة على سبيل المثال أنا أسام الفصل بتاعي ده فصل تجريبي لغة عربية تقدر تحط وصف للمجموعة مثلا إنت عايز تدي تعليمات بأن الفصل ده خاص بكذا الفصل ده هو الفصل الوحيد الرسمي أو أي تعليمات أنت حابب بأنك تعملها قواعد للانضمام للفصل ده أو قواعد يلتزم بها الطلاب في الفصل ده بعد كده بتدخل على الصف عندك الصفوف بتاعتك بتبدأ بمرحلة الرودة الصفوف من أولى لستة بتدائي بعد كده صفوف الإعدادي اللي هي تبقى السابع أولى إعدادي الثامن الثاني أعدادي التاسع الثالثة أعدادي العاشر والحداشر والاثناشر هما صفوف المرحلة السنوية اللي هي العاشر هيبقى أولها السنوي الثاني سنوي تبقى الصف 11 وثالثة سنوي تبقى الصف 12 فيه برضو أمشن ممكن تستخدمه كتعليم عالي أو كتعليم كبار لو أنت الصف اللي أنت هتستخدمه صف خاص بتعليم أي حاجة تانية مثلا حضرتك مدرب عايز تدرب على مجموعة من أمور التكنولوجية أو كذا فمنتاش محتاج الكلام ده ممكن تختار له لا شيء على سبيل المثال هنا نحن نختار الصف الأول الإعدادي اللي هو الصف السابع بعدها حضرتك تختار المادة إيه المادة اللي أنت عايزها هندخل على الكل وبعد كده هندخل على المادة اللي أنت عايزها طيب أنا عايز لغة أنا عايز رياضيات أنا عايز دراسات اختار التخصص اللي أنت عايزه حتى أنك تقدر أنك تشوف كل الخيارات المتاحة قدامك احنا اختارنا الكل علشان ديت فيها التخصصات الفرعية اللي هي نادرا ما بيقدر يوصل لها أغلب المدرسين عندك كده على سبيل المثال اللغة العربية والدين بعد كده بختار لون الفصل وبعمل إنشاء ملحوظة الفصل ده بيتم إنشاؤه من عن طريق حساب المدرسة عن طريق أخصاء التطوير عندك في المدرسة ولكن الكلام اللي احنا بنشرحه هنا لو حضرتك عايز تنشأ الفصل بشكل طبيعي خاص بك انت إنما لو الفصل خاص بالمدرسة ينشأ من حساب المدرسة مش من حسابك انت لأن الفصل ده مش هيتشاف على حساب المدرسة ويكون فيه مشكلة في متابعة الفصل ده بعد كده أنا هضغط إنشاء وبكده هيكون الفصل بتاعي خلاص تم إنشاؤه فعليا ليك حرية الاختيار بأنك تختار أنك تضيف الطلاب دلوقتي أو أنك تستكشف الفصل الدراسي بتاعك أنا هدخل على استكشاف الفصل الدراسي بتاعي هنا خلاص أصبح عندي فصل موجود عندي الكود بتاعه عندي الوجهة بتاعة الفصل نصيحة كل ما تنشأ فصل حضرتك لازم تاخد الكود الدراسي تاخده نسخ وتحفظه في ملف اكسل مثلا علشان يكون الكود ده موجود معك في أي وقت مستقبلا تقدر تستفيد منه الكود ده ما هوش الزام لحضرتك حضرتك تقدر تقوله إعادة تعيين للكود الكود ده ما هوش عاجبني أقدر برضو بأني أختار له إعادة تعيين للمرة التانية تقدر تختار تعيين للكود أي شكل وتقدر تغير الكود بتاعك في أي شكل ملحوظة كل ما تغير الكود لازم تاخد نسخة منه عشان تحتفظ بيها في ملف الاكسل فتقدر أنك توصل للأكواد دي بشكل أسهل مسبقا بالنسبة للأكواد ديت ما ينفعش أنك تشاركها على النت لأن أي واحد معاها الكود ده هيقدر بقى أنه يدخل على الحساب ده طبعا الفصل ده أنا هتطلبه مجرد الانتهاء من الفيديو ده ولكن في النهاية ممنوع مشاركة الأكواد الخاصة بفصولك على وسائل التواصل الاجتماعي لأنك هتلاقي عندك أي طالب أو أي مدرس أو أي حساب موجود على المنصة من حقه بأنه يدخل عندك في الفصل ده فهيبقى الوضع مرهق بالنسبة لك لو تم نشر الكود ده بشكل عام على وسائل التواصل الاجتماعي أو على موقع مدرسة أو على أي حاجة طيب إزاي هوصل الكود ده لطلابي هنتكلم عنها في خطوة تانية أنا حاليا هقول له تم وكده أصبح الفصل التجريبي بتاعي منشأ شكرا لحضراتكم ونتمنى للجميع كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر